صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه قرار رقم 30 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 32 لسنة 2011 بإنشاء اللجنة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والمستلزمات الطبية واشتمل القرار على تشكيل اللجنة برئاسة البروفيسور شيخ خالد بن علي الخليفة وعضوية كل من السيدة سحر محمد صالح القحطاني مدير إدارة الموارد بوزارة الصحة نائبا للرئيس السيدة رؤية محمد العباسي ممثلا عن الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية السيدة آيات شوقي الخير ممثلا عن وزارة الصحة السيدة عايش عادلة البلوشي ممثلا عن الخدمات الطبية الملكية مقررا للجنة السيدة رهام مختار عبد الحميد ممثلا عن مستشفى الملك حمد الجامعي السيدة فاتن جمال حمدان ممثلا عن الخدمات الطبية الملكية مركز محمد بن خليفة بن سلمان أهل خليفة التخصصي للقلب